طيب بعد كده احنا تعالى نبدأ نشوف ايه هي بعض التعريفات المهمة اللي احنا بنستخدمها في حسابات الاحمال مهم جدا ان انا بقى فاهم كويس يعني ايه معامل الطلب او الديماند فاكتور الديماند فاكتور زي ما احنا شايفين هنا بيرمز له بالرمز بياخد اول طبعا حرف دي وهنا فاكتور اف يبقى دي اف الديماند فاكتور هو عبارة عن الماكسيمام ديماند لود اقصى اقصى ماكسيمام ديماند لود اقصى حملة مطلوب على الكنيكتد لود يبقى في عندك الديماند لود ماكسيمام ماكس الديماند لود على السي ال اللي هو الكنيكتد لود طيب ده معناه ايه بقى دكتور معناه ان معامل الطلب هو النسبة بين اقصى طلب للحمل اللي هو الماكسيمام ديماند لود تمام وده بيقاس بوحدة الفولت امبير او بالوات تمام او الامبير خلال فترة زمنية معينة تمام بتعرف بقى بالفترة دي ان هي بسموها فترة الطلب او بسموها demand period تمام بالنسبة للأحمال المربوطة يعني اقصى طلب على الحمل الكل المربوط اللي هو الconnected load الأحمال المربوطة دي يا شباب هي الconnected load سواء كان للحمل الكل او الاحمال المتشابهة كالانارة واحمال التكييف وتكون قيمته اللي هو معامل الطلب اقل من او يساوي واحد مهم جدا دايما معامل الطلب او demand factor اقل من او يساوي واحد ليه لان دايما maximum demand اقل من الconnected او يساويه تمام اذا كان حمل الانارة الكل المربوط بيساوي مثلا الف كيلو وات وكان الحمل الفعلي المستخدم تمنمية يبقى معامل قدرة هيبقى ازاي هيبقى تمنمية على الconnected الف سفرين يروحوا مع سفرين يبقى تمامية على عشرة يطلع تمانية من عشرة هو دا demand demand factor مهم جدا يا شباب معامل الطلب طيب بعد ما احنا درسنا معامل الطلب رقم اتنين بندرس maximum demand load maximum demand maximum demand load او بيسموه اقصى طلب اقصى طلب حمل دا اكبر قدرة باور او تيار اللي هو الcurrent يمكن لجميع الاحمال ان تسحبه من المصدر خلال فترة زمانية معينة كساعة او يوم تمام وده يوقاس الحمل بوحدة الكيلو فولت امبير او بالكيلو وات او بالامبير طيب يمكن حصول علي من خلال القياس ان انا اركب اجهزة قياس او باستخدام اكواد والجداول الخاصة بشركات التوزيع والمنحنات بتاعتي اللي هو اقصى طلب حمل اقصى طلب حمل اشتركوا في القناة